اشتركوا في القناة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته استيقظ يا أحمد حان وقت صلاة الفجر يا أمه لا أستطيع الصلاة لماذا يا بني؟ لأني لا أستطيع الوضوء في هذا الجو البارد ونزلة البرد اشتدت علي يا أمه حسنا يا صغيري أكمل نومك والله سيغفر لك ألم يستيقظ أحمد بعد؟ أحمد يعاني من نزلة برد شديدة ولا يستطيع الوضوء في هذا الجو البارد فيزداد مرضه سوءا فتركته يكمل نومه والله سيغفر له سبحان الله يا أم أحمد نعم الله غفور رحيم ومن رحمة الله بنا أنشر علي أحمد ومن هم في حاله التيمم حتى يؤد الصلاة في أوقاتها ولكن التيمم يكون فقط عند فقد الماء لا يا أم أحمد التيمم يكون عند فقد الماء أو تعذر استعماله كخوف المرض مثلا أو قلة الماء في السفر استمعي إلى آية الوضوء ماذا يقول المولى في آخرها وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من فمن كان مريضا يخشى زيادة مرضه أو هلاك نفسه فإنه يتيمم ولو كان جنوبا سبحان الله ما أيسر الدين وما أعظم الفقه والتعلم نعم ما أيسر الدين يا زوجتي شزاك الله خيرا يا أبي ولكن كيف أتيمم وأين لي بالتراب يا بني يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فتعال معي يا بني إلى هذا الصعيد الطيب هل تعرف كيف تتيمم يا أحمد؟ في الحقيقة لا لا أعرف يا والدي كيف يكون التيمم هكذا يا بني تضرب الأرض بكفيك هكذا ثم تنفضهما ثم تمسح كفيك ثم وجهك فقط هكذا؟ ما أيسر ذلك؟ نعم ما أيسر ذلك وما أيسر ديننا يا بني تنفضهما 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 اشتركوا في القناة